أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الإطلال التي نحاول من خلالها نواكب الأحداث الآنية في دولة الكويت فبالأمس فجعت الكويت بحادث إرهابي جبان أودى بحياة عدد من أبنائها واليوم نتوقف لنتعرف على الأسباب ونتحرك لمنع تكراره ونتدبر أمرنا لإنقاذ مجتمعنا وعلى مدى الأيام المقبلة وحتى نهاية الشهر الفضيل شهر رمضان سنتعرف ونحلل مع الخبراء والمختصين في برنامج من أجل الكويت ما آل إليه وضعنا في ضوء ما طرأ من أحداث تستلزم رص الصفوف ونبذ الخلاف والاستفاف خلف قيادتنا الرشيدة واليوم أعطى المجتمع الكويتي بكافة أطيافه درسا للعالم بشهادة العالم نفسه أنه مجتمع متماسك متلاحم يسمو فوق الخلافات وزمن الشدة ويلتأم في جسد واحد وذراع واحد أيضا تضرب بكل قوة من يحاول النيل من أمن واستقرار دولة الكويت ما حدث ظهيرة يوم الجمعة الموافق التاسع من الشهر الفضيل جريمة النكراء هزت أركان المجتمع الكويتي وروعت أمنه وأصابته بالذهول لأنه مجتمع مسالم متسامح لم يعتد على مثل هذا النوع من الجرائم الإرهابية البشعة ووسط حالة من التشتت في التفكير والخوف من المصير المجهول جاء إقدام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والد الجميع حفظه الله ورعاه على تفقد مسجد الإمام الصادق فور وقوع الحادث كبلسم على الجرح النازف وكأساس راسخ نعتصم به جميعا حتى لا نتفرق في الأزمات زيارة سموه لموقع الحادث الأليم جاءت بردا وسلاما على أبنائه وتصرفا حكيما يبعث على الطمأنينة وعلى أن حق الشهداء لن يضيع وجاءت نداءا على الوحدة والتلاحم وعلى تجاوز الألم لبى أبناء الوطن النداء ورس الصف كما هو عهدهم مقتل محن وظهر المجتمع الكويتي الأبي بمع دينه الأصيل الملتف حول قيادته وعندما قيل سموه عن الضحايا هذول عيالي لخصر عه الله طبيعة العلاقة الفريدة والعائلية بين الحاكم والمحكومة في هذا الوطن وتحرك المجتمع مع سلطتيه التنفيذية والتشريعية لمداوات الجراح وأعلنت الدولة الحداد والاستعداد لنقل المصابين للعلاج بالخارج واستقدام أطباء من الخارج لعلاجهم وتكثلت بنقل شهداء لدفنهم خارج البلاد إذا رغب ذوهم وأطلقت نداءات التبرع بالدم فهرع المئات ورفعت المستشفيات الحكومية حال الطوارئ وأبدت بعض المستشفيات الخاصة استعدادها لعلاج المصابين وزار كبار المسؤولين المرضى وأدرجت الدولة ضحايا التفجير الإرهابي ضمن شهداء الكويت وتكثلت بإصلاح ما لاحق بمسجد الإمام الصادق من دمار وتجلت الوحدة الوطنية في أبهى صورها بالمقبرة الجعفرية وبمسجد الدولة الكبير مراسم دفن الشهداء في المقبرة الجعفرية عكست الصورة النقية للمجتمع الكويتي الذي ودع بكافة أطيافه الشهداء في مشهد سطرت فيه أروع صور التآخي والتآزر بين كافة شرائح المجتمع وفي مراسم العزاء بمسجد الدولة الكبير كان المشهد مهيبا وعاكسا لطبيعة هذا المجتمع فسمو أمير البلاد والد الجميع رعاه الله تقدم صفوف المعزين وأعضاء من السلطتين تلقوا واجب العزاء ووفق بعض التقديرات فقد تخطى عدد المعزين عدد الخمسة والثلاثين ألفا من المواطنين والمقيمين ومن خارج البلاد لقد برهن المجتمع الكويتي على أنه قادر بوحدته الوطنية على درء الإرهاب بعد أن ثبت أن الحادث المفجع ما زاد الكويتيين إلا وحدة وتآلفا وما زاد المتربصين ببلدهم إلا خزيا وخسرانا أهلا بكم الجديد في برنامجكم من أجل الكويت الذي نقف من خلاله على آخر تطورات المشهد المحلي في دولة الكويت لمناقشة دور المجتمع في هذه المرحلة الدقيقة أرحب بضيفتي في الستيديو دكتورة سيهام القبانديو أستاذة علم الاجتماع بجامعات الكويت دكتورة مساء الخير من وراتنا اليوم دكتورة الله خليك شكرا لك اسماتي التقرير والله تقرير وافي وشامل ويمكن بداية أن ما دمنا بالفعل استرجعنا لهذه اللحظات خلينا نعزي أهلا كويتي يعطيني مقدمين أسأل سؤال أيضا أسأل فيها صدر هذه الحلقة الأولى وانتشرف تكونين أنت معنا في أول ضيفة دكتورة الحالة المجتمعية التي أدت من خلالها هذه الأعمال الجرامية لحال الضبط النفس التي عشناها كمجتمع وشاهدناها وشاهدها العالم ما هي العوامل التي أدت إلى هذه الحالة دكتورة خلينا بداية أتوقع يمكن التقرير هو اختصر أو وضع السبب الرئيسي الأول وهو يمكن دائما الشعوب تلتف حول قائدها أو يكون هو الرمز وهو القدوة قائدنا كان واضح في الاستجابة كان يمكن من اللحظات الأولى بتواجدها في موقع الحدث أعطى الرسالة لكل المجتمع بأنني أنا موجود وأنا سأتصرف وأتوقع يمكن كل اللحظات التي تلت هذا الموقف كانت واضحة بالتصرف بالأوامر التي صدرت باحتواءها للأزمة بالرسائل الواضحة التي يمكن أوصلها لأهالي الشهداء إلى المجتمع بأكملة إلى وزارات الدولة إلى الغطاعات المختلفة إلى كيفية التعامل مع الحدث يمكن إلى هذه اللحظة يمكن اليوم وأنا أقود سيارتي وريحها للعمل اللوحات التي يمكن ملأة الشوارع تدعو لوحدة الصف تدعو للاهتمام بالمجتمع وحدة الوطن أتوقع كلها رسائل واضحة تبين بالفعل أن القيادة واعية لما يحدث لهذه الفترة وبالتالي كلماتها وتصرفاتها وسلوكياتها وصلت للمواطنين جميل دكتور أيضا اليوم أيضا على الطرف الآخر أنت قلت أن رمز الدولة قائد العمل الإنساني حضرت صاحب السمو نزع فتير الأزمة وأيضا بلسم جراح الناس وقاد المسألة الإنسانية رغم فجاعة الموقف التفجيري لكن أيضا وزارات الدولة المختلفة الإعلام والتربية وأيضا العدل الإعلام أعلنت عن خطة لمجابهة هذا الفكر من خلال أيضا خطة علامية متوازنة واستراتيجية علامية كبيرة وزارة التربية اليوم تصريح معاني الوزير في جلزة مجلس الأمة قال أن هناك قيم ستراجع نظرة تقييمية للمناهج قيم أيضا ستضاف إلى القيم الموجودة في مناهج وزارة التربية أيضا وزارة العدل ممثلة بوزير العدل قالوا أن هناك دائرة مقتصة لسرعة الفصل في قضية التفجير وهذه عوامل أيضا تساعد على استنارة الرأي العام دكتورة كيف تقرأين هذا التطور بين مؤسسات الدولة السلطات أيضا الدولة المختلفة التنفيذية التشريعية أيضا القضائية دخلت على الخط ما حدث لا يمس يعني جزئية معينة في المجتمع بل هو يضرب مجتمع بالكامل يضرب وحدة وطنية يضرب واقع مجتمع الآن أي إشكالية أي إشكالية تقع في المجتمع يمكن لو أتوقع لو الواحد استعرض الإشكاليات اللي يمكن مرت في المجتمع خلال الفترات السابقة يلقى دائما كان هناك نداء كامل أن تقف كل مؤسسات المجتمع صفا واحد في مواجهة أي خطر سواء كان عنف سواء كان تطرف سواء كان جريمة سواء كان انحرافات شبابية غيرها فبالتالي يجب أن يكون الصف واحد من كل الوزارات أتوقع تحرك الوزارات هو هذا هو المطلوب أن كل واحد فينا يقوم بالدور المطلوب منه الآن إذا كانت وزارة الإعلام فبالتالي ما تقوم فيه الوزارة من تغطيل الحدث أو كمثال بث أو ترسيخ القيم التي يمكن نتمنى بالفعل أن يحملها المواطن الكويتي بداخله لما أتكلم عن تغيير اتجاهات تغيير شخصية تغيير قيم إضاقة سلوك دكتور طيب ما هو جرس الإنذار الذي قرعه هذا التفجير في أوساط المجتمع خصوصا بقضية الشباب هو الملاحظ بأن كل الإرهابيين أو المفجرين أو كل من يسلك السلوكيات المنحريفة يقع في هذه المرحلة الشبابية أو نقول كمثال من نهايات المراهقة إلى بداية الشباب هذه الفترة كانت حريجة دائما نتكلم على يمكن نحن كتربوين أو اجتماعيين هذه الفترة حريجة في عمر الإنسان وهذه الفترة هي اللي يسهل قيادة الأفراد فيها الآن ما حدث كمثال من تفجير يمكن وفقا لسؤالك الأول نوع الصدمة اللي عاش هالمجتمع الكويتي يوم الجمعة مع الحدث اللي صار يمكن وشهر رمضان وشهر رمضان يعني بكل تفصيلات اليوم نفسه مفجع مفجع ومخيف ومربك بنفس الوقت وغير متوقع أن يحدث في رمضان نهائي نهائي يعني من يتوقع وأننا في رمضان يحصل هذه الأمور الآن كيف جرس الإنذار أنا قصدي دكتور حتى ما يغيب سؤالي جرس الإنذار الذي قرعه هذا التفجير في أوساط المجتمع أوساطكم أنتم التربويين أساتذة مهنيين دكتورة بالأخير جرس الإنذار بأن هناك إرهاب في الدولة أنا أتوقع المفروض يجب التصدي له بشكل كبير كيف وصل الإرهاب لكويت أنا أتوقع أنه لسنا بمعزل عن العالم ما يحيط في الكويت يعني عالم ملتهب وبالتالي ستصل هذه الأفكار تصل خاصة في ظل وسائل التواصل المنتشرة في تقاجر التنسيق الدولي دكتورة هذا التفجير حدث في ثلاثة عواصم مختلفة في فرنسية وأيضا في تونس بتأكيد أنا أتوقع المواجهة يمكن الآن نحن نواجه الحدث داخليا ويمكن أيضا التفجير في بداية النهار أو بالأمس كان في مصر أيضا معناها أن يد الإرهاب اغتيال النائب العام المصري معناها أن الإرهاب في كل مكان ويصل لكل الزوايا فبالتالي يجب أن نتصدى لما يحدث فيه دكتورة على الطرف الأكاديمي كيف نتصدى لهذا الفكر المتطرف والإرهابي وبيمنج دكتورة عجلان تفصلين في مسألة الإرهاب والتطرف ونقدر نفصل ما بينهم ووسائل الناجعة لمحاربتهم سيد الفاضل الآن إذا كان بالفعل التربويين لهم دور إذا لنا أن الذي خلق الإنسان المتطرف في فكرة أو غيرها هو يمكن سوء تربية الآن ما يتكلم عن تنشئة اجتماعية معناها أن ما هي الوسائل التي استخدمت في تربية هؤلاء الأفراد إلى أن وصلوا لهذه المرحلة بحيث أن يرتكب هذا الجريمة من غير إحساس أو شعور نحن نجهز لمجتمع الآن كل دولة في العالم لها خطة لمجتمعها لها خطة لأبنائها لها تصور كيف ممكن ما هي نوع القيم التي أنا أحتاجها ومحتاج بالفعل أربيها بداخل أبنائي معنا هذا أن هناك رؤية واضحة مفروض هذه الرؤية يمكن بالفعل مثل ما قلنا هي مناهج تربوية تغذي الآن المنهج لما نتكلم عن تربية لا أحتاج بالفعل أني أنا أدرس أبنائي من خلال التلقين بمقدار ما أنا محتاج أني أنا أعلمهم كيف أبني شخصيات واضحة للأبناء محتاج أني أنا أدخلهم بورش بشكل مستمر محتاج أني أنا أشركهم بمعسكرات محتاج أني أنا أشق الوقت الفراغ تعجز النظر النقدية أيضا دكتورة كل ما ممكن أضيفه لخلق شخصية مواطن عنده فكر عنده وضوء عنده كرامة عنده إحساس بالعدالة عنده اكتشاف لنفسه لقدراته الآن كثير من الشباب الآن ما الذي يدفعهم إلى أن ينجرفوا وراء التيار الخاطئ معناها أني أنا أشعر بهذا الفراغ الداخلي بينه من وآنا بالضبط وشنو أمثل وشنو نوع الاحتياجات التي أنا أحتاجها حتى من هذا المجتمع هل أنا ستكون طموحاتي مستجابة أو متوفرة أو غير متوفرة معنى هذا أنه بالفعل إحنا يجب أن نعمل على اكتشاف بوات هتها الأبناء عندنا أو ما الفراغ الاجتماعي لهم دكتورة مطلوب جدا ما هو الفراغ الاجتماعي دكتورة لهؤلاء الشباب بدون الآن درسين طلبة الجاوب بالتالي أيضا احتكاكتش فيهم أكثر من احتكاك نحن كفيهم في وسائل الإعلام المطلب الأساسي دكتورة والله أنا أتوقع كل الشباب محتاجين بالفعل أن تكون هناك أذان صاغية لمطالبهم الآن من اللحظات التربية الأولى هل بالفعل ساعدناهم على اكتشاف حتى هواياتهم الخاصة هل ساعدناهم على اكتشاف أو إذا كان عنده توجه معين أو هواية خاصة أو إبداع ما هل تم تبني هذه الأفكار وساعدناها بالأخير كل إنسان في الدنيا يبحث عن القيمة والأهمية كل إنسان إذا شعر بهذه القيمة والأهمية والكرامة والمساندة المجتمعية تأكد أنه بدأ يشق الطريق بكل أمان ما ممكن يشكل لي خطر ولكن إذا كان في فجوة في التربية الآن لما تكلم عن التربية بداخل البيت خلينا نقول دائما الأسرة عليها المعوى للرئيسي ولكن هل بالفعل كل الأباء أو الأسر هي مجهزة أن تكون أسر قائمة بدورها بشكل جيد الآن إذا عجزت الأسرة عن القيام بدورها هي يجب أن تكون الأدوات أو الإمكانيات الثانية المتاحة في المجتمع مساندة سواء كانت المدرسة بمناهجة سواء كانت الأندية بكل ما توفرها سواء كان حتى المسجد بالرسائل التي تساعد على تكوين قيم بدل ما أنا أشحن مواطن أو أني أنا أنحرف بتفكيرها من جانب إلى آخر لما تتكلم عن أن هل المؤسسات كلها أي ما ممكن يتم تنشئة لإنسان إلا إذا تضافرت كل الجهود بكل مؤسساتها حتى رسالة الإعلامية الآن لما يتم الانتقاد بأن الرسالة الإعلامية من خلال كمثال مشهد أو من خلال مسلسل أو من خلال هذا أوصل فكرة سلبية مثلا لأسرة أو لشاب أو لفتاة فبالتالي معناها أن يجب أن تكون حتى رسالة الإعلامية مقننة وواضحة ومشاء الله الخبرة في الكويت كثير الوهد يقدر يستعين فيهم وبالتالي يقدر يصل لكل ما ممكن يغذي أو يغير دكتور أنا قضية تكامل الأدوار في المجتمع بالنسبة لتنشئة الشباب تذكرت نقطة مهمة يعني أنت قلت الأسرة وبعدين أيضا المجتمع وذكرت وسال الإعلام أيضا ودور العبادة ودور المراكز والمنابر الثقافية ودعاة الرأي والمثقفين وأيضا المشايخ نجاز التعبي لأن أغلب المسائل هي دينية وأيضا ثقافية أنت تعتقدين دكتور من واقع عملج أن هناك أدوار تقت على أخرى وبالقضية أن تتكامل في صورة موحدة يعني هل قفز دور على آخر مثال قضية التواصل الاجتماعي قفزت على دور الأسرة باعتبار أن الشاب أو الشابة تقضي جل وقتها الآن أمام الكمبيوتر أمام الأيباد أمام الأجهزة الذكية الآن يعني ما نقدر نحفل قضية بأن الأسرة ما حدث متفرقة أمية بالأبنية لتربية الأبناء أو متابعتهم بكل تفصيلاتهم الكل مشغول فبالتالي يجب أن يكون هناك مثال لا والله يمكن هذه الأزمة يجب أن تعطي ردة فعل للجميع أن ينتبه يمكننا الآن بدأنا نسمع أننا خلينا نطلع جماعات مع بعض كأسرة للحديث هذا سؤالي قبل قليل دكتورة جرس انذار جرس انذار للجميع حتى للأسرة يعني انتبه ولي الأمر وأيضا الأم تنتبه إلى أبنائها وإلى أولادها في البيت هذه حقيقة الآن تأكد أن حتى الأبناء بينهم بين بعض إذا لم يشعر بالقيمة والمتابعة المستمرة من الأسرة تأكد يمكن الأبناء في سنة المراقة قد يكرهون سؤال الأهل عنهم دكتورة صارت العلاقات الآن بين أفراد الأسرة وأفراد المجتمع علاقات إلكترونية يعني إلى إي مدى هذه العلاقات تفتت المسألة الاجتماعية بين أفراد المجتمع أتوقع أن يمكن نحن سعيدين بأن بالفعل تصلنا كل الأخبار متابعين بعض وقاعدة وصل رسالة مثلا أسرتي بأنني أنا رحت بهذا المكان أو بهذا ولكن تأكد بأن كثير من المهارات الحياتية الواحد يبقدها في هذا الجانب حتى لما يقولون بأن والله أشغل ابنك عشان لا يزعجني عشان خلص واجباتي أعطيه الألعاب الإلكترونية وغيرها رغم أنه أوكي هو قاعد يشغل نفسه في هذا الجانب ولكن بالجانب آخر لكن أثر سلبي الجانب السلبي بأن حتى هذه الألعاب قاعد تشحم بداخل التوتر والخوف والقلق خلال فترة اللعبة نفسها اللعبة عنيفة جدا وبالتالي أيضا قاعد تعمل على خلق بعض الأفكار بداخله بالإضافة إلى أنه قاعد تفقد قدرتها على الحديث والمهارات الاجتماعية والتعامل مع الآخر الآن يمكن الواحد لو يلاحظ بالفعل الناس اللي قاعدة تنحرف في سلوكياتها أو قاعدة تبتعد حتى عن هذا يلقى أن كلها ناس فاخدة لهذه القيمة قيمة أني أنا أعطيك جزء مخصص من وقتي لك الآن كيف تقيس الأهمية بداخل أسرتك كيف تقيس أهمية أن والدي تابعني دكتورة عند جميع هذه الوسائل وهذه الإمكانيات وأيضا ينحرف يعني هذا السؤال يطرحها يعني عليك أيضا المشاهد الآن ما هي المسببات العميقة لهذا الانحراف إذا وجد في المجتمع وبالتالي ما هي المعانجة العميقة الاجتماعية لهذا الخلل؟ أرجع أقول أن شنو متطلبات أي إنسان إذا كانت متطلباتي مادية هي اللي أنا أحتاجها أوكي أنا قادر أوفر هذه الاحتياجات ولكن مو دائما الاحتياجات المادية هي التي تغطي كل حاجات الإنسان الجانب العاطفي والقيمة الإنسانية أنا أتوقع مهمة في بناء قيم الطفل أو قيم الشاب أكثر بكثير من الجانب المادية اللي أنا ممكن أوفرها له أتوقع محتاج الشاب بالفعل أن يكون شاعر بالأمان لخطوات القادمة الآن يمكن حتى في سؤالنا لطلابنا في الجامعة الآن في أنشطة الجامعة توفرها لما أنا ألاحظ بأن عدد المنتسبين حتى للأنشطة الطلابية محدود جدا معنات هذا مؤشر بأن هناك خلل لماذا الشباب لا يمارسون الأنشطة؟ أي نشاط تقافي ورياضي ترى بنخللوني يقول ركيزتان أساسية الإبداع الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف وبالتالي هاتان ركيزتان في الكويت موجودة لماذا لا يكون هناك إبداع بالنسبة للشباب الكويتين؟ توفر جميع هذه السبل أنا أوفر لك السبيل ولكن هل أنت عارف بالضبط أنت في شنو مبدع؟ معناتها ردينا للبدايات هل تم اكتشاف مهاراتهم وقدراتهم؟ الآن اللي يلعب رياضة من وهو صغير رح يكمل إلى أن يكون مبدع في مجاله ولكن إذا ما عرف قدراته من البداية هل بالفعل سيصل الجامعة؟ ترى وزارة الدولة شؤون الشباب فاتحة أبوابها الآن يعني الوكيلة شيخة زين الصباح في لقاءتنا في تغطيتنا القاضي الماضية تحدثت في هذا الجامع وأن هناك مبادرات وهناك مشاريع مختلفة وليست لون واحد ألوان مختلفة ليست كيفية أيضا في احتواح لنقول أنه جذريا ستحل مشاكل الشباب وبالتالي أيضا ستخفف الجزء كبير أنا أقول أيضا ألقي حتى على أولياء الأمور هل أولياء الأمور كانوا في البدايات واضحين في مساعدة أبنائهم في اكتشاف نفسهم؟ الآن هل الأب إذا كان ابني كمثال محتاج أنه فلنفترض إذا كان شخبط ويرسم هل بالفير رح يقضى إلى المرسم ورح يساعده في تنمية مهاراته بهذا الشكل بحيث أنه يكون مبدع مستقبلا بصورة وعي الناس زاد بعد حادث الانفجار ما تلاحظين هالكلام إنه في الخويت أيضا يعني الناس انتفضت اجتماعيا بالأخير دائما الأزمات توحد الشعوب هذه الأزمة عملت نوع من الاحتزاز الداخلية وين الخلل وخلينا ننسد هذه الثقرات أنا متأكده يمكن حتى اللي كان كمثال ينام وبيتها مفتوح يمكن خلال الفترة اللي فاتت هذه لا خليني أزيد في زيارة الحماية رغم أنه ما شاء الله الشرطة وإن هذا في كل مكان ذكرتيني في قضية اللي واحد يسكر بيته وتجني يعني فيه أمور تحدث في المجتمع غريبة عجيبة قضية الإشاعة بعد كل أزمة أنت الآن أستاذة في علم الاجتماع إلى أي مدى ممكن الإشاعة تلعب دور في سلوك الناس وتوجيه الناس وإشاعة خاطئة وكاذبة لأنها ما أتت من مصادر رسمية وإحنا أهدنين الكرام دائما نقول أن الحدث الرسمي يؤخذ من تلفزيون دولة الكويت من الجهات المختصة من وزارة الإعلام من وزارة الداخلية من وكالة الأنباء الكويتية كل ما يختص في الأخبار وبالتالي الإشاعات تلعب دور خاطئ في توجيه السلوك سلبي خصوصا نحن نعيش في أحداث دقيقة وبالغة لهمية في الكويت أنا أعود إلى سؤالي للدكتورة سيحاني والله بالعكس أستاذ الفاضل يمكن بالأمس كانت هناك إشاعة على أن في نفس من الداعش وانتشروا في بعض المناطق ومش عاربه وانتشر بشكل وبدأ والناس يأخذون احتياطاتهم بشكل كبير بعدها بدأ طلع التكذيب للموضوع ونزارة الداخلية نفي نفي بسي لكن القضية ممكن قصة إخبارية تنفي الوزارة المشكلة أننا قاعدين يشغلون الوزارة ووزارة الداخلية بأمور جانبية في حين أنها الآن يمكن مفروض أن نتكفف جهودها في بعض دور من الدكتورة في أيضا في محاربة الإشاعة؟ أتوقع الآن هو قاعد يصير مفروض يكون وعي جماعي لماذا يكون في ثلترة من المجتمع دكتورة من ذاته؟ حتى جمعيات النفع العام الآن أو المجتمع المدني يجب أن يتحرك بشكل كبير في هذه البترة دور المجتمع المدني كان واضح في قضية التفجير يعني غابة مؤسسات المجتمع المدني عن ظهرت مارسة دورها دكتورة أنا يمكن قرأت اليوم عن أن جمعيتهم من جمعية المؤسسة نفع العام أي اليوم اللي يمكن تحدثه جمعية الخارجين أتوقع والمنتدى الخليجي اللي فقط مثلا كمثال من خلال يعني استنكار لهذا ولكن أنا أتوقع لا كمطلوب منهم دور أكبر بكثير يكون في الساحة دائما الأزمات اللي تمر في المجتمعات تطلب تغافر كل الجهود يعني يجب بالفعل أن يكون هذا هو وقتهم أن يطلعون بالفعل وجزء منه يجب أن يكون لهم دور توعوي في هذا الجانب دكتورة مو دورهم في توجيه الشباب دورهم الآن الأساسي في توجيه الشباب التالي عمل محاضرات من دوات ورش عمل مفروض في هذه الفترة المفروض ليكون في التفاف كامل من جميع الجوانب وتوقع يمكن واحدة من الأدوار المطلوبة من المجتمع المدني يعني أنا بدل ما يكون كمثال حتى محاضرات التثقيفية على المدى بعيد الآن هذا وقتها هذا وقتها بالتالي أنا على الأقل أوحد الصفوه بالزيادة أعطي رسائل إعلامية أكثر على الطرف الآخر دكتورة شايف أنه في دور لقادة الرأي يعني عندنا قادة رأي في الكويت يقضون هذه المسببات ويقفون عند معالجتها وبالتالي تنجيل الناس شايف الدور ما شاء الله من خلال وزارة الإعلام خلال اللقاءات في الشخصيات الكثيرة التي قاعدين تستضيفونهم قادرين توصلون وتحللون المواقف بشكل كبير المسؤولية المجتمعية أنا أقصد دكتورة المسؤولية المجتمعية يمكن أنا أتوقع هو يمكن لدور الإمام ودور المعلم ودور الأستاذ في الجامعة ودور أيضا الرياضي بداخل الجامعة أتوقع كل الأستاذة ما شاء الله بلقاءاتهم مع طلابهم يمكن إحنا من يومين كان هناك أيضا تأبين تنجيلة في الجامعة الدكتور جاسم الخواجة بحضور وزير التربية ومديرة الجامعة وقيادين كثيرا أيضا حتى اليوم فيه تأبين كان تأبين آخر قامت فيه حتى عملت شؤون الطلبة حتى من خلال التأبين كان تصل هذه الرسالة لكل طلاب الجامعة اللي كانوا حاضرين ولكل أستاذ بداخل الفصل بأننا خلينا نتعذ من ما حصل ونلتف في هذا المجتمع للنظر بأن الوحدة الوطنية يجب أن لا تخترق الجميلة ويمكن هذا الموقف حمل بداخلنا نوعين متناقضين من المشاعر نحن مهتزين من الموقف ولكن بالمقابل نحن سعيدين جدا للتكاتف اللي حصل بالرسالة الواضحة اللي يمكن حتى نقلتها الكويت للعالم كله بأن هذا هو الكويتي بلحظات التأزم أو بلحظات الغضب لا يتواحد ويقف جميل دكتورة وأنا أضيف على كلامي دكتور أن الكويتيين رغم الفاجع لكن أيضا هناك انتعام لحالة الاتفاف حول القيادة وأيضا نقول له أن الكويت لم تتأثر في الغزو حتى تتأثر في تفجير مسجد وإن كان هذا التفجير ليس يستهدف مسجد بعينه إنما على الكويت أشكر جزيلا شكرا لك دكتورة داهمني الوقت لكن كنت تتمنى أيضا أن يطال أيضا الحوار معاش عزيزي المشاهد حاولنا قدر المستطاع النقيس الحالة المجتمعية لردات الفعل مع دكتورة سيهام القواندي أستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت إن شاء الله مقبلون على أيضا حديث آخر في الأيام القادمة مع برنامجكم من أجل الكويت وضيوف متخصصين في شرح الحالة المجتمعية لدولة الكويت حفظي الله الكويت وشعبها من كل مبروح اشتركوا في القناة